قال الفضيل لما بكى ليلة قالوا ليش تبكي قال هل أنا يعني أحاسب نفسي هل بدت شاكرا لله أن جعل لي عينين أبصر بهما هل بدت ليلة شاكرا أن جعل لي لسانا أنطق به ويعدد في هذه النعم يا جماعة نعمة الهداية أن الله ما جعلنا جمادا ولا جعلنا حيوانا وبهائم ولا جعلنا من أهل الكفر ولا جعلنا من أهل البدعة ولا جعلنا من أهل الكبائر الضالين العصات الذين بالليل وبالنهار يتعدون حدوده إذا جعلك الله إنسانا عاقلا سميعا بصيرا من أهل السنة تعرفه تعرف دينه هذه ما هي نعمة عظيمة نحن الآن فوقا الكواكب الشمس والقمر والليل والنهار يذهب ويأتي مطر وزرع وسخر لنا الخيلة والأنعام ومذللة ومنقادة طيب هذا الماء العذب هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات طيب الأسماك هذه وهو الذي سخر لكم بحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون طيب هذه الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع وللتبلغوا علي حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون في السفن في الماء طيب إذا عندك قوت وعندك نطق وبيان وعندك نطق وبيان من الناس من فقد النطق فصار أخرس أبكى منهم من لا يكاد يبين طيب إذا عندك زوجة وغيرك ما عنده زوجة وعندك أولاد وغيرك ما عنده أولاد وعندك وظيفة وغيرك ما عنده وظيفة قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد المعافاة من الأرزاق العظيمة الخفية قال عليه الصلاة والسلام اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية رواه التلمذي وحديث صحيح كثير أحده في سؤال الله العافية لأنه في ناس عندهم آلام اكتئاب قلق خوف حرمان لزوم الفراش في ناس مسجونين أنت الآن هناك أناس في السجن وأنت حر طريق اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ثم يسأل الله الحفظ من الأرزاق الخفية جماعة صلاح الزوجة والأولاد لو عندك زوجة صالحة هذه نعمة عظيمة لو عندك أولاد صالحين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني يعملون بطاعتك وكيف لو واحد عنده يعني شوف هذه عائلة في مدينة من مذن المسلمين بها ستة عشر ولدا كله من حفظ القرآن هذا شيء من النعيم فوق الوصف من الأرزاق الخفية راحت البال ما قال الله تعالى وأصلح بالهم يعني أمرهم شأنهم حالهم هذه كلا عبرات المفسرين أصلح بالهم أصلح معاشهم صلاح الخاطر في ناس مشتت القلب مضطرب البال يخاف رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستنذا لسارية معتبرا بمن مضى من القرون الخالية خير من الساعات في القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية ولا لابد نفكر حقيقة إذا واحد عنده أمن إبراهيم سأل الأمن قبل الرزق رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق ألو من الثمرات أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدني عنده وقوث يوم رتبأ ترتيب سبحان الله الأمن الصحة الرزق الأمن الصحة الرزق الأمن الصحة الرزق هذا الحديث وإذا عندك بركة وإذا عندك بركة ويكفيك القليل ومن أسباب البركة الصدقة وإذا كان عندك قناعة وعفاف وقلبك غني النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها الغنى غنى النفس إذا واحد عنده غنى النفس هذا أعظم من كل الأموال لأنه خرص يكون راضي ومطمئن بما عنده وما يتطلع ولا يحسد ولا يتطلب وليس يعني قلقاً ولا يشعر بالحرمان طول الوقت وهو مكدر ما عندي ما عند غيري خرص عنده غنى النفس عنده الاستغناء عن الخلق وإذا أنعم الله عليك بالتوفيق وتيسير الأمور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ومن يتق الله يجعل له مخرجاً يتق الله يجعل له من أمر يسرى إذن هذه نعمة أخرى عظيمة وإذا وفقك الله للدعاء وأن تلجأ إليه وأن تعبد وإذا رزقك العلم وإذا رزقك الفقه إذن يا إخواني هل رأينا كم من النعم يمكن أن تكون في أيدينا ونحن غافلون على نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقاطك